مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد يوم الأحد يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وفي ساعات الظهيرة ومع بعض الظهور أيضا تتكاثر الغيوم في المنطقة الجنوبية الغربية والجنوبية ومنطقة الرياض إداريا بما فيها العاصمة الرياض وتتكاثر السحب الركامية والركام المزني وتدريجيا تسقط زخات راديا مطر في هذه الأماكن أحيانا تكون غزيرة مصحوبة بالبرك والبرد والرايد وأيضا الرياح تكون معتدلة إلى نشطة أحيانا لكن بقية المناطق الشمالية أجواء لطيفة بالليل تميل إلى البرود ليلا والمناطق الغربية تقريبا أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا هذه الأحوال الجوية المتوقعة هناك أمطار في منطقة الرياض في المنطقة الجنوبية الجنوبية الغربية قد تؤدي أحيانا إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيون نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة